السلام عليكم معكم طلال نقار أحب أن أتشكر جميع الأخوة والأخوات والزميلات والزميلات الذين كانوا مهتمين لوضع الصحي بالفترة الماضية الحمد لله وضع الصحي أفضل بكثير من الأيام السابقة أتشكر جميع الذين دعووا لي بظهر الغيب الذين اتصلوا فيني بشكل مباشر الذين كتبوا لي على الواتساب وفيسبوك أتشكرهم جميعا وإن شاء الله ببركة دعائكم جميعا الله يكتب لي الشفاء وإن شاء الله يا رب أنا بأفضل حال من الأيام السابقة ثلاث أسابيع تم وضع تشخيص صاعق بالنسبة لي تم تشخيصي بسرطان كولون مرحلة رابعة كان بعدها لابد أني تعرض لجراحة على البطن جراحتين حقيقة وربعضهم كبار نوعا ما الحمد لله عم تماثل لشفاء تدريجيا أنا اليوم الثاني رجعت للعمل الحمد لله أموري جيدة ومستقرة وإن شاء الله يا رب يوم عن يوم بيكوني أفضل قدر الله وما شاء أفعل لا نقول إلا ما يرضي الله رضينا بقطاء الله هذا هو اختبار الحقيقي لألي أنا ربما كنت بالسنوات السابقة عم نظر عليكم بموضوع الإيمان بالله والثقة بالله واليقيم بالله رب كنحب يختبرني هذا الاختبار التئيل حقيقة ما في نقول عنه اختبار خفيف أبدا وإن شاء الله يا رب بيكون أدها الاختبار أتصبرون إن شاء الله نحن من الصابرين وما يلقاها إلا الذين صبروا وإن شاء الله نحن من الصابرين لماذا أنا؟ ليش أنا ربنا اختارني هذا السؤال لماذا لازم يختر على بال حدي وإذا الخطر لازم يستعيد بالله من الشيطان الرجيم قدر الله وما شاء فعل وما يشاءون إلا أن يشاء الله ما كان لهم الخيرة ربنا هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فهذا السؤال أي نمط من هذه الأسئة بيخطر على باله الإنسان لازم يستعيد بالله ويطرده من تفكيره إن هي موضلة الشر اللي ممكن تطلع كتير ناس عن الصراط المستقيم الحمد لله على كل حال فتنة كبيرة وإن شاء الله يا رب ربنا بنجينا منها بالنسبة لي لازالت بوصلتي بالاتجاه الصحيح إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فل يغرسها وإن شاء الله يا رب أنا مستمر بغرس الفسيلة اللي بيدي إن شاء الله أو الغراسة اللي بيدي طالما أنا قادر إن شاء الله بدأت من فترة من عدة أشهر بكورس جديد عن العلاج بالسوائل عبر قناتي على اليوتيوب توقفت عنه مؤقتا لأن ظروف الشغل صراحة كانت فترة حرجة بالفترة الأشهر الماضية وبعدين إجا الوضع الصحي اللي خلاني أتوقف نسبيا إن شاء الله يا رب بقدر برجع قريبا وبتابع الكورس اللي بدأته وإن شاء الله يا رب بقدر بتممه من سابق أنا عملت كورس من بيثولوجي الأمراض الكلوية ومن قبله كورس عن ملخص أو مبادئ بسيطة بالحصاء الطبي وقبله طبعا الكورس الشهير اللي كان ربما هلأ أصد مشهور فيه اللي هو التهوي الآلي أو الميكانيكال فينتريشن بالعربي إضافة لكتابي اللي هو الوجيز في التهوي الآدية طبعة الخامسة موجودة بين إيديكم إن شاء الله يا رب بيكون من العلم النافع العلم اللي بينفع الناس من الصدق الجاري اللي بيكون شفيعي يوم الدين ربما ما عندي أعمال صالحة كتير بس بيقول على لسان شوقي بصوت أم كالثوم إن كلا أو إن جلا ذنبي عن الغفراني لأمل فبالله يجعلني في خير معتصبي إن شاء الله يا رب هاي الأعمال اللي قدمت تكون خير شفيع لي يوم الدين يا رب في نقطة كنت كتير بحكي فيها حكيت فيها مع كتير من الزملاء الأطباء وحتى مع الأهل والأقارب موضوع هو ضرورة معرفة المريض بوضعه التشخيصي بتشخيصه الصحيح ونحن هنا عم نحكي عن الأمراض الخطيرة وعلى رأس فيها السرطان للأسف في كتير أطباء لهلأ مقتنعين ولفترة قريبة بنقاشاتي معهم إنه لا هذا الشي غلط ولازم نخبي عن المريض وما لازم نطر وطبعا أنا محكي عن المريض يرغب بمعرفة وضع الصحي بالتفاصيل في مرضى ما يرغبه يقول لك أنا ما تخبرني التفاصيل وأعطيني كلام عام فكتير من الزملاء الأطباء للأسف وكتير من الثقافة الشعبية السائدة بمجتمعاتنا بالشرق الأوسط بتقول لا إنه لازم ما يعرف المريض والمريض هذا الشي يؤذي وضعه الصحي يؤذي نفسيته يتعب نفسيته يخليه ييئس وهي كل أوهام حقيقة هذه أوهام الحقيقة الشيء الصحيح إنه المريض لازم يكون أول شخص بيعرف وضعه الصحي وشو هي قابلية الشفاء وقابلية العلاج والإيمان أو الأمل هو بالله عز وجل مش والله أنا اللي بعرف الطب بتطور أو غير متطور أو أن الطب بيقدر يشفي حالتي أو أنا ما يشفي حالتي إيماني بالله هو اللي بيخليني يحافظ على الأمل واليقين مو والله أني أنا خايف من المرض متقدم وغير متقدم للأسف في كتير لحد هلأ منشوف حالات وصالت عند أقارب كتير وعند الغربة وشفتها وأنا كطبيب بتعامل مع هذا الموضوع عنده الأهل بيرفضوا ويخبروا المريض بوضعه الصحي وللأسف الاتفاقه موضوعه الصحي تدريجيا ربما أحيانا زوجته ما بتدرها أو أطفاله ما بيدروا لحد ما يأخذ أمانته ويكون موت خطف حقيقة وهذا الشيء بتنافى مع إيماننا بالله نحن وإيماننا باليوم الآخر نحن أول شغلي ربما الواحد لما بيكون على دراية بوضعه الصحي بيأدي الأمانات لأهله والحمد للأذا كان في عندي أحد الديون مثلا علي متراخي فيه كان لأنه صاحبا ما عم يطالب فيه صراحة إذا أحد الأخي والأعزاء فأنا أول شغلي رأسان عملتها حكيت مع القياف لا ترى لازم أنا رجع لك هذا المبلغ ربما الإنسان بيكون مؤثر بواجباته الدينية بالدينية ربما في عنده شغلات محددة لازم يقوم فيها قبل ما يعني أمور قانونية كتير هي كلها لازم الواحد يكون مجهز حاول الله نحن نحن ناس نؤمن بالله نؤمن باليوم الآخر ونؤمن أنه هي مرحلة بحياتنا فبالتالي ما المفروض أنه هيك شي تخبأ هذا دائما الخوف أنه يتفاق من الوضع الصحي للمريض أو يكتئب أو يبطل يأكل أبدا مو صحيح وربما الله هيك اختارني حتى أكون أنا كمثال لهذا الموضوع الحمد لله شهيدي جيدة وعم أأكل مني وعم أتحرك والحمد لله إن شاء الله نفسيتي بتم بوضع جيد مهما كانت الظروف صعبة في شغلة إضافية أني حابب أنهي فيها ربما هذه الكلمة المختصرة بتمنى أنه إذا كنت تخدموني أو تفيدوني تستمروا بالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء الدعاء يردوا القضاء هذه أهم شغلة ممكن تأدمونيها وتخدموني فيها شيء ممكن خطر على بالي صراحة إنه إذا حابب يخدمني بشي تاني ممكن يتصدق الصدقة الصدقة تصبحوا تطفئ غضب الرب ودعوا مرضاكم بالصدقة فيتصدق بإسمي ويكتب ويطلب من ربك ثواب الصدقة لإلي ولإله إن شاء الله يا رب هذا الشيء بيساهم حتى بشفائي وبمعافاتي لحد هلأ اثنين من الأخوة العزاء اعتمروا عني إذا حدف يقدر يعتمر عني أنا أكون له من الشاكرين إن شاء الله يا رب إذا الله قدرني إن شاء الله وصرت بقدر سافر بسبب الأمور القانونية إن شاء الله حيكون أول شاء لأعمل ممكن أعمل عمره أو حتى بجدد حجت إن شاء الله يا رب كثير من الأخوة الأعزاء من المقربين وحتى الدائرة المقربة والبعيدة نسميا اتصلوا فيني وعرضوا المساعدة المادية شخصيا أو بشكل مباشر الله يزيهم خير جميعا أنا حاليا وضعي المادي جيد ربما لو تغيرت الظروف أنا ما رح يعني ما رح أنسى أو رح أعرف والضبط مين أسأل إن شاء الله يا رب الله ما بحيجنا لكل الأمور هذه حافظوا يعني تذكروني بدعاكم إن شاء الله يا رب ما كون أسرت إن شاء الله يا رب أدي الرسالة أو كمل الرسالة اللي بدأت وإن شاء الله يا رب مستمرة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله